موسيقى بمناسبة تجربتنا لامسي توانتي بدي احكي عن ثلاث اشياء اول شيء السؤال الاساسي اللي انطرح على كل العالم لما اطلت هادي السيارة انه هل هي فراري؟ هل فراري هي اللي صممت هادي السيارة؟ هل فعلا هادي السيارة كانت منتجها في فراري تحت اسمها؟ واستبدلتها باللاحظات الاخيرة بتراز الفياري اللي اخدته من مزاراتي وحولته لتراز روما وهادي السيارة كانت عند فراري باعتها لمزاراتي؟ هدا السؤال كتير في الاجابة عليه ممكن تكون صعبة ما منعرف اذا هالشي فعلا صار ولا لا ولكن اللي منعرفه انه اللي عملته مزاراتي مع هادي السيارة هي انه وظفت مهندسين اشتغلوا عند فراري على تطوير تقنيات العلاقة بالفورمولا 1 وظفتهم عندها وصمموا هادي السيارة والتجوة وبالتالي هادي السيارة بتكون مزاراتي مية بالمية ما في حدا يقول غير هيك لانه اذا بدنا نقول غير هيك ساعتها بنقول عن الايفون انه هو من تصميم ام اي تي لانه المهندسين اللي اشتغلوا عند ايفون درسوا واخدوا الخبرة تعيتهم من المعهد الامريكاني الشهير بالتكنولوجيا بمساتشوستس ونفس الشي كمان فرق الفورمولا 1 اللي اللي المهندسين فيها بينتقلوا من فريق الاخر يعني اذا فريق مرسادس اخد مهندس كان يشتغل عند رد بول وصمم له سيارة منقول انه رد بول هي صممت سيارة مرسادس الجديدة اكيد لا الهندسة والمعلومات اللي من خلالها مزاراتي انتجت هالسيارة يمكن اخطتها من فراري بس ولكن هالسيارة تم تصميمه بمدنة مظبوط تم تصميمها على مزاراتي، مزبوط وبالتالي هالسياريadı اللي انطرح بالاول انه هال هاللي هİ فراري او مش فراري هالفراري هي اللي صممت هالسيارة على بقي سؤال ما قالو اهمية ناهمية هوا الارار الجريء اللي أخده مزاراتي وانه هي خلت هالمحرك المتطور بهادة السيارة اللي تم تطويره سواء عند فراري وعند وزارتي مش مهم اخدت القرار الجريق بانتاجه وهلا بنحكي عنه بعد شوائي محرك المميز الموجود به على هاد السيارة واللي بيعطيها اداء نستثنائي شي تاني دي حتي عن هاد السيارة واللي بغض النظر مين سممها هو القرار الجريق اللي اخدته مزاراتي بانتاج المحرك المتطور يلي كمان بغض النظر مين طوروا لهذا المحرك المحرك اللي تطول تتمتع في هاد السيارة المحرك يلي مقلف من 6 اسطونات على شكل حرف فيه بزيوة 90 درجة هالمحرك هادا اللي بتصل بجهاز شاحن هوا توربو مزدوجه اللي بينقل قوتو 630 حصان للعجلات الخلفية من خلال علب التراث أوتوماتيكية من تمام نسب هالمحرك هادا بتميز بتقنية حجرة الاحتراق الابتدائية يعني في حجرة احتراق صغيرة فوق حجرة الاحتراق الرئيسية فيها بتتم بالبداية الاحتراق الاولى لمزيج الوقود والهوى هادا الاحتراق بولد انفجار الانفجار بينتقل من خلال الفتحات موجودة بها الغرفة هادا الصغيرة السنوية للغرفة الاساسية اللي بيكون فيها كمانا مزيج هوا ووقود بس ولكن بدل ما تكون هالمزيج لهوا الوقود عم بيتولى أو عم بيحتلق من خلال شرارة بولدها شمعات الاحتراق تعيد السيارة بتكون عم تتولد الاحتراق عملية الاحتراق أو عملية التفجير داخل هالغرفة هادا الاساسية بتكون عم بتتم من خلال التفجير الاساسي يلي صار بغرفة الاحتراق الابتدائية وهدا الشي بيخلي مزيج الوقود والهوى داخل الحجرة الاساسية يحترق بشكل افضل لانه بيكون عم يحترق من خلال انفجار ومش من خلال شرارة بتولدها شمعات الاحتراق هذه الميز الاساسية بتخلي سيارة بتكون عندها قوة أكثر حجم وقوة المحرك وعزمه عم يكون أفضل لانه احتراق الوقود بتكون عم بتتم بشكل أفضل باخر الحجرة الاساسية الشغلة التالتة بتحكي عن هادا السيارة واللي هي أهم من كل اللي حكيته من قبل هو دايما مولاي الشعور اللي بتعطيك على الطريق هادا السيارة شو الشعور اللي بتعطيك غير القيادة تعطيك شعور قيادة رياضية حلوة كتير حتى على سرعات منخفض هذه الشغلة بتميزوا فيها السيارات الإيطالية إذا بدنا نقول فراري لأنه قمتين فراري إذا مش هي مصمم من هذه السيارة تأثيرها كتير كبيرة على هذه السيارة وهون الأساس تنتمي إذا بدكم لمدرسة فراري بالتصميم ومدرسة فراري بهندسة الميكانيكية اللي موجودة عن فراري هيدا الشي بخلي السيارة تكون حتى على سرعات منخفضة عم بتأمل لك هالمتعة حتى من أول ما بلش شوية تسرع بالمحادث بتسمع الصوت الحلو بتحس بحضور المحادث موجود بتجربة قيادة وعلى الطريق بتحس بالقوة عم تتحرك داخل المكسورة بتحس إن السيارة كلها فيها القوة عم تنبض فيها وهيدا الشي دايما منقول عن سيارات فراري وهيدا الشي عندي المزارات لأنه مثل ما قلت لكم بغد النظر من سمم هيدا السيارة تنتمي إذا بدكم لنفس المدرسة اللي تنتمي لقلب فراري بعالم متعة على الطريق بالإضافة لهذا الشي هيدا تجربة قيادة الحلوة اللي بتأمنا هيدا السيارة سهولة استخدامة اليومي بشكل كتير كبير بنعرف نحنا دايما بنحكي عن السيارات الرياضية الحديثة كلها عم بتكون بشكل أو بآخر بتعالج مسألة التنقل اليومي على متنا بس ولكن هيدا السيارة عندها نسبة أكتر بعد خلال القيادة اليومية على الطريق هيدا السيارة بتخليك تقدر تسوقها بشكل يومي بكل راحة وبكل سلاسة لأنك تحكم فيها عم تكون بطريقة سلسل ومرضة خلال القيادة اليومية على وضعية جيتي أكتنا السيارة عندها وضعية جيتي سبورت وكارسا ووضعية القيادة جيتي بتقمنلك سهولة وسلاسل تستخدام اليومي بشكل كتير كبير بتحس حالك وقالك إلاك على متناهية سيارة عادية شي الوحيد اللي بحسك إنك إنت ماناك على متناهية سيارة عادية خلال قيادة هذه السيارة على وضعية جيتي هو اكيد خلوصها القريب من الارض وايضا مستويات العملينية اللي بتظلها متواضعة على هذه السيارة هذه السيارة اكيد بلنا هي سيارة سوبر رياضية مش مطلوب منها تكون عملينية خلال تطوير امسي 20 اشتغلت مزاراتي مع دلارة لتأمين اول شي هيكل مصنوع من الياف الكربون الياف الكربون بتأمين جزء كبير من تكمين هذه السيارة والهايكل اكيد بيجي مصنوع من الياف الكربون واشتغلوا عليه بشكل كتير كبير لحتى لي امن هيكون هو الاساس هيدا الهيكل بدي يكون هو الاساس لكل سيارات مزاراتي المستقبلية اكيد بالفترة عم نحكي خمسين لقدام وحتى حتكون لما تنتقل مزاراتي لانتاج السيارات الكهربائية الرياضية هيكون الهيكل الموجود على الوقت نهاية السيارة هو الهيكل المعتمد بخدامة التجربة السريعة على امسي 20 بدي بس اذكر التصميم اللي تتمتع فيها هذه السيارة اجمالا سيارات سوبر رياضية بتكون اما رياضية لأقصد درجات اما هجومية لأقصد درجات قليل ما تلاقي سيارة عندها اناقة وهدوء بالتصميم او ما فيها البهرجة بالتصميم تصميم بسيط بس ولكن انيك من نفس الوقت سيارات فراري اجمالا بتتميز بخطوطها الخارجية مصيرة لمبورغيني بتتميز بخطوطها الهجومية الغاضبة مكلارن خطوط رياضية يمكن بتروح لأقصد درجات مجال التطور قبل ما بيين بيين شكلها مبتزة الفضائي بتوصل لأقصد درجات الرياضية مزراتي امسي 20 خطوطها الخارجية محافظة انيقة ومتطورة اشتركوا في القناة